أنا أعتقد هذا يتعلق بطبيعة عمل المؤسسات في المملكة المتحدة والتزامها بتطبيق الدستور وسبل التعامل مع هكذا خلايا وهكذا مشاريع ومؤسسات ترتبط بالإرهاب خاصة ما رأينا في الصحف البريطانية صباح اليوم بما يتعلق بالمواد المتفجرة التي كان بعض العناصر المرتبطين بحزب الله وإيران يخبئونها كذلك فصل العمل بين المؤسسات الأمنية وخاصة بما يتعلق بالمسائل الشديدة الحساسية كهذه والعلاغات الخارجية البريطانية ويعني المؤسس أن كل حراك إيران يستقل هذه النوع من العلاقات بين هذه المؤسسات للدول الأوروبية لذلك رأينا إيران أمنت لأربعين عام عناصرها الذين يقومون بأنشطة إرهابية من العقاب أو في أحيان أخرى تم تبادلهم مع مسال يمكن أو علاغات أفضل أو بعض الصفغات الاختصادية مع دول أوروبية ولكن لندن عدد سيد علي في يناير من العام